مرحبا موضوعنا اليوم حول استخدام الصمغ الطبي وهو مادة تستخدم في إغلاق الجروح بدون استعمال القطط والإبر أول اختراع لهذا الصمغ كان في سنة 1949 وتم استخدامه في المجال الطبي في الخمسينات في ميدان المعارك حيث كان يستعمل لإيقاف نزيف الإصابات الحربية في سرعة وقوة والآن يستعمل كمادة تجميلية في الجراحة سأقدم لكم حالتين تم علاجهم في هذه العيادة لإطلاعكم حول الفوائد من استخدام الصمغ الطبي شكرا لكم مرحبا هيا عنا هنا جرح غائر يستحق التخطيب لكن سنستعمل مع الصمغ الطبي الذي يحافظ على جمالية الجرح سنستعمل لجرح هذه أصابة الجرح بدنا نستعمل فيه الصمر الطبي واضح كيف الإصابة شوي فاتحة فإحنا عشان نخليها أقل نصير بتجميلية أكتر بنشد المنطقة بهذا الشكل فبتلاحوا على مباشرة نقلل هذا بنحط الصمر بس بنظل نثابتين هنا وهيك بتكون زي غرزة تجميلية ما رح تترك أثر بإذن الله بنوافقكم بالنتائج في المستقبل شكرا لكم مع السلامة